بعد أن أصبحت ميونخ مقصد اللاجئين وبعد أن اطمأنت قلوبهم لها ها هي بدورها تطلب يد المساعدة لدول الجوار في الاتحاد الأوروبي في مواجهة تدفق الآلاف منهم حيث لم تعد تملك أسرة ومراكز إيواء كافية لاستقبالهم مؤكدة أن ولاية بافاريا لم تعد تستطيع تلبية متطلباتهم وأنها أمست عاجزة عن هذا التحدي الكبير بمفردها وهذا ما أعلنه وزير الداخلية الألماني في مؤتمره الصحفي بهدف احتواء تدفق اللاجئين القادمين إلى ألمانيا وفي فرنسا وكأول لقاء مباشر للرئيس الفرنسي مع لاجئين سوريين منذ بدء أزمة الهجرة إلى أوروبا زار الرئيس فرانسوا هولاند منكزا لاستقبال اللاجئين السوريين بالضاحية الباريسية متبادلا الحديث مع عشرات السوريين الذين لجأوا في بادئ الأمر إلى ألمانيا قبل أن يتحولوا إلى فرنسا واعدا بأن يصلهم الرد بشأن طلب اللجوء في غضون 15 يوما وذلك من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعدم جنسية واستكمالا لقراراتها التعصفية بحق طالب اللجوء حددت المجر بعادة اللاجئين من حيث أتوا فور انتهاء إغلاق حدودها وذلك بعد إعلانها أن معدل اللاجئين العابرين لأراضيها يوميا في تزايد مستمر ناشطون توقعوا تزايد أعداد اللاجئين الذين سيصلون المجر خلال اليومين المقبلين وذلك بسبب المهلة التي حددتها المجر لغلق حدودها مع صربية لمواجهة التدفق الكثيف على أراضيها بالمقابل المستشار النمسوي فيرنر فايمن شبه تعامل المجر مع أزمة اللاجئين بعمليات الترحيل التي نفذها النازيون في الحرب العالمية الثانية رافضا مشهد شحن اللاجئين في قطارات وإرسالهم إلى مكان مختلف تماما عما يعتقدون فايمن أكد أن ما يحصل من قبل السلطات المجرية تجاه اللاجئين وكل التطورات التي تخص هذا الملف تعيد الذاكرة لأسوأ فصل في تاريخ القارة الأوروبية وبين الأوروبية والأسيوية أزمة اللاجئين مستمرة إلى مزيد من التعقيد وإغلاق المجر لحدودها ربما سيدفع اللاجئين إلى اكتشاف طرق جديدة فالإرادة وخاصة إرادة هؤلاء اللاجئين وأصرارهم على العيش لن يجعل نهايتهم لاستسلام اشتركوا في القناة